أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي نفدته قوات الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضب النفطي في مدينة المكلة وذلك بمحافظة حضر موت جنوب شرق اليمن في بيان الوزارة الخارجية حملت مصر قوات الحوثي مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن وعرقلت جهود تجديد الهدنة مؤكدة ضرورة تخلي قوات الحوثي عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعد الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية كما حذر البيان أيضا من مغبة استغلال أي طرف لظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة أو محاولة لاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني الشقيق